السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآة اختيارية او كما يسموها الناس قرآة امريكية او اللوتر الامريكي حتى بعض الناس كانوا يسموها الهجرة الى امريكا قدرت فيما يخص 2020 يعني هذا العام تسجيلت وكما جرت العادة يوم 5 اكتوبر والنتائج راح تكون في شهر ماي والذهاب راح يكون في 2020 انا ابحثت في الانترنت ورح ندلكم فيديو تكميلي يعني هذه الفيديو ثانية راح نديرها فيما يخص باش نشوفوا وشكين جديد في هذه الشروط وبعض التغيرات اللي دارتهم وزارة الهجرة والخارجية الامريكية وممكن تستعينوا بالويب سايت تاحهم يعني هو كين واحد السيت واحد الموقع ممكن تشوفوا فيه هو موقع فرنسي على كل حال باللغة الفرنسية هو www.informagene.com هذا الموقع يعني تبعوا مليحة كتبوه وتشوفوا فيه كل المعلومات يعني باللغة الفرنسية فيما يخص الصورة وحتى كذلك فيما يخص يعني الخبرة لانه هنا يقولوا في الموقع يعني حتى يمكن لك أن تسجل في القرعة وتشارك لازم الشرط من الشرطين يعني لازم شرط واحد من الشرطين يقول لك بلغة الفرنسية يعني بالباكلاورية يعني شهدات يعني 2 السنة من المشاركة في نفس الوقت في سنة عامل تكون لديك سنتين خبرة في اخر 5 سنوات و تعمل في نفس الوقت و ليس أي مهنة أو حرفة و يقول لك هناك سنة عاملة و تشاهدون كل القائمة تعمل المهن و الحرف المطلوبة لك تسجل و تنجح و تعيش هنا و تخدم في أمريكا هذا فيما يخص الموقع اما فيما يخص تاريخ التسجيل كما قلت لكم العادة يسجلوا يوم 5 أكتوبر ولكن راح يكون فيها تغيير التسجيل راح يكون يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 إلى يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 يعني 3 أكتوبر 2018 إلى ماردي 6 نوفمبر 2018 بتوقيت أمريكا يعني راح يكون على الساعة 12 زوالا يعني يعني توقيتها شرق الولايات المتحدة الأمريكية يعني نيويورك و فلوريدا و شرق الولايات المتحدة الأمريكية و كذلك يعني ممكن تستعينه بالموقع الآخر يعني تقدروا تشوفه في الموقع تادي في لوتري ولا في الموقع تاة مثلا هنا نشوف تاة ترافل شوفوش تكتبوه كذلك تكتبوه www.travel.state.gov يعني travel.state.gov هذا الموقع كذلك تجدون فيه معلومات يعني راح تهمكم و راح تفيدكم فيما يخص الصورة لازم نقول لكم يعني لازم الصورة تكون صورة جيدة و كذلك يعني تجدون في الموقع كل يعني كل شروط الصورة و لازم تكون يعني جديدة يعني ما تحاولوا تفادوا بشتروا صورة قديمة يعني صورة جديدة يعني ممكن واحد يروح يتصور هذا الأيام و يروح ي يعني 600 بيكسل على 600 بيكسل و يروح يتكلم على الله و فيما يخص الناس اللي عندهم مثلا الناس عندهم لحية و لازم الملتحين ممكن ينقص اللحية أو ينقصها يعني هي مش ممنوع مسموح ولكن ممكن ينقصها ولا يحسنها يعني هذا ما كان فيما يخص الناس اللي عندهم لحية و اللي عندهم نظارات يعني اللي عندهم ليليونات ينحو الوضر توحهم يعني يصوروا من دون نظارات اما بالنسبة للنساء اللي عندهم يعني متحجبات و عندهم خمار الخمار هو عادي ولكن حاولوا باش ما تغطوش كل وجه يعني بشيبان الفيس تاعك يعني الوجه ظاهر يعني الخمار هو عادي مقبول اما فيما يخص الاطفال يقول تلكم المرة الماضية يعني لازم تسجلوا معاكم الاطفال و هنا في الموقع راه يقول ممكن تضعوا الصور تاع الاطفال فلا عندكم مثلا اربع اطفال ديروا الصور تاع اربع اطفال تاعكم معاكم باش باش يعني يكون على علم مكتب الهجرة يعني تاع امريكا بانك يعني بعد ما يعملوا لك التحقيق و يقبلوك تكون يعني سجلت اطفال توعك واذا كان عندك مثلا رضيع يعني هذا هذه الامور لازم تديرها يعني قبل ما تسجل الى كان عندك مثلا رضيع يعني بيبي يعني حتى البيبي لازم تطوره تطوره يعني تدير الفوتوغرافه ودله تطوره ولكن لازم تكون دائمين في 600 بيكسل يعني تطوره على حسب الشروط واذا كلا بيبي هذاك ما تقدرش راح تدله يعني مثلا صورة تصور له غير ويتشو ولا صوره هو يعني كامل وهو الفوتوغراف هو يعرف كبس له ابيض ولا هو يعرف يعني عدتكم مثال فقط هذا فيما يخص الجديد تاع ديفي لوتري 2020 وقلت لكم لازم تدخلوا على الموقع اللي تحصلوا على الجديد وتتبعوا دايما قانون تاحهم لانه يعني بعد يعني عندما تبدأونا وتشارعونا في التسجيل فيمكن يكون جديد او يعني تبع دايما في الدخل في السيت تاحهم ديفي لوتري بعد ما تسجل وحاول يعني ما تنساش كذلك تحتفظ بالرقم التسلسلي تاعك وفيما يخص يعني هذا ما كان مشكين اليوم يعني قلت لكم يعني لسيت تاحهم ما تنسواش travel.state.gov travel.state.gov ولا تدخلوا في هذاك الموقع الفرنسي info.majini.com وما تنسوش كذلك يعني الفرمولار هدا راح تبدأ من 1 ماي يعني من اول ماي الى 30 سبتمبر يعني عندكم الوقت بالنسبة للعام الجاي ان شاء الله كيفتحوا الموقع باش تشوفوا يعني ان شاء الله ربي يوفق الجميع ويعني عندكم الوقت من 1 ماي الى 30 سبتمبر نتمنى كل واحد يعني النجاح والتوفيق في حياته يعني وربي يفتح عليكم ان شاء الله ولا تنسونا بدعاوي الخير وكذلك لازم تشوفوا في المواقع وتشوفوا في جوجل وتبحثوا وتسجلوا يعني في كل ما عنده علاقة بال اللي هي تهم كل الناس وكان حتى يعني يعني هما يدو كل عام خمسين الف وهذا العام الفين وسبعتاش يعني حبسوا والله اعلم على حسب المعلومات اللي نعرفها واللي قدموها للناس تسعة وتلاتين الف وخمسمية يعني هما رام يحاولوا باش ينقصوا ونحو الضغط حتى داروا يعني قانون باش رفضوها يعني باش ينحوها يلغوها لإلغاء ولكن المحكمة ما قبلتش المهم يعني متخلوش الفرصة هذي تروح لكم بالنسبة للناس اللي عندهم شهدت الباكالوريا ولا الناس اللي رام يقرأوا في الثالثة ثانية يعني العام الجاية ان شاء الله راح يجوزوا الباك وكذلك بالنسبة للناس اللي عندهم اكسبيريونس كيما قلت لكم خبراتها دوز عام في السنك دغني اغزاني تحهم بالتوفيق للجميع ان شاء الله وانتش ما يكون جديدا رانا نتصلوا بكم ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته